بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين الحمد لله رجعنا للمدينة وهذه البامية من مزرعتنا في المدينة جابوها لي اليوم و قلت لازم أعملها طاجم بالفرد أنا عملتها من مدة بسيطة بس شوية مختلفة هذه الوصفة فيها اختلافات بسيطة بس للأمانة روعة 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 طلعت مسبكة عملناها بلحم الضان لحم الضان يعني لحم الخاروف الصغير بس ممكن بلحم كبير أو بقر أو دجاج ممكن بس طبعا البامية أصولها باللحمة لازم لحمة عشان تطلع أطير مقاديرها بسيطة والله لكن السر في التسبيك حقها لازم تاخد ودكها تتسبك عملتها في هذا الوعاء اللي من الفخار يعطيها طعم كثير يعطيها طعم حلو الوعاء لازم أول شا نحط فيه موية مغلية نخليه على النار يغلي يغلي لما نحط الأكل فيه يكون ساخن كب الموية ونحط الأكل يطلع ساخن وندخله الفرن ما نحطه هو بارد بعدين تطول مرة ما ينفع المقادير لحمة باني مقطعة بصل فلفل أخضر بارد وحار بامي مغسلة مجمعة طماطم ثوم كله في صندوق الوصف نحط شوية زيت قليل ملعقة واحدة زيت ونحط بصل مفروم نقلب اللحمة اللحمة لازم يتغير لونها نحط لها موية يغطيها نحط بصل مقطع وقطعة صغيرة فلفل أحمر وفلفل أخضر بارد والبهارات الصحيحة كلها كم سند ثوم مقشر والموية تغطيها ليمون أسود طبعاً نغطيها 40-45 دقيقة في قدر ثاني نقلب بصل مفروم ناعم لما لونها يصفر مع شوي زيت نحط فلفل أخضر وفلفل أحمر مفروم من مين ناعم وثوم وزنجبيل مبشورين فرش والبهارات الناعمة كمون وفلفل أسود وكزبة رناشفة بس ما يبغالها بهارات نقلبها لما تطلع ريحتهم نحط طماطم مضروبة بالخلاط ونحط علبة معجون طماطم نقلبهم الحين اللحمة تكون السوات باقي لها طبعاً شوية لأنه لسه حندخلها الفرن نشيل اللحمة من موية السلج ونحطها مع الصلصة نقلبها تتسبك شوية تشرب ريحة البهارات تشرب الطماطم هذا هو السر اللي خليها بعدين مرة طعمها لذيذ في نفس الوقت البامية نقلبها بشوية زيت ملعقة زيت على ثلاث دفعات ونشيلها على نشاف وما نبغى لونها يتغير لازم يكون لونها أخضر زاهي ما يتغير لونها بس شوية تشويح هنا زي ما قلتوكم الفخار نحط الموية يغلين كب الموية نحط طبقة لحمة وصلصة بعدين طبقة بامية وكزبرة خضرة مفرومة ناعم طبقة فوقهم بعدين برضو صلصة وهكذا آخر شي نسقيها بمرقة سلق اللحمة كل مرقة سلق اللحمة نصبها ونحط فلفل أخضر فلفل أحمر على الوجه نحط حلقات طماطم وحلقات ليمون نغطيها ألمنيوم فويل غطاء محكم دخلها الفرن ساعة كاملة الربع ساعة الأخيرة تحت الشوية عشان الوجه يحمر وبعدين نقدمها مع رز مع خبز والله ما في أطيب منها مرة رائعة لا تنسون اللايكوشير وسبسكرايب هذه الطبخة يعني تستاهل والله إلى الحين قاعدين يقولون ما عمر ضدنا مثل هالبامية أنت كيف عملتيها نوع اللحمة لا دور ونوع البامية أحيانا في بامية ما تستسوي بسرعة طعمها مو لذيذ فعلا ترى الفروز المثلجة تنفع لها الطبخة تطلع رائعة معاها